دول بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية السيدات والسادة اسمحوا لنا راحب بكم وانا راحب بك فخامة الرئيس في زيارتك لمصر اسمحوا لنا اسجل بكل تقدير واحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجود اللي بتبزلها من أجل احتواء الأزمة الأزمة اللي احنا بنعيشها وهتصور ان احنا كلنا متأثرين بها تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي أزمة قطاع غزة وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش لها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية ان الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بيتمر بقطاع غزة ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وان يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والأمن في منطقتنا واحنا توفقنا على ان النقطة دي محتاجة ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكسف فيها من أجل منع مزيد من التظاهر في الموقف في منطقتنا ايضا تكلمنا على أهمية احتواء وتحديقة الموقف في غزة وهنا بنتكلم ولازم اسجل دي اولا لتفاهم رئيس ماكرون الحقيقة لفكرة ان عملية النزوح او الهجرة او الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية امر شديد الخطورة وتوفقنا على ان ده امر مش احنا في مصر مش هنسمح بيه فقط لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها لان ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وهو ده امر ايضا توفقنا عليه على ان هو غياب الافق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان احد اسباب التدعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة دي في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا غياب الامل حالة الاحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن اسباب قدت الى الاختتال اللي احنا بنشوفه بشكلها وباخر فاتفقنا على ان خروج الفلسطينيين ده مش حل لان ذكرت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على اراضيهم على اراضيهم يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجح وهما مش موجودين على اراضيهم دي نقطة الهدف بتاع الحرب المعلن انه هو يعني تصفيد حماس والجامعات والفصال المسلحة اللي موجودة في القطاع وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل امر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده ايضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على اهمية ان احنا نسعى من اجل عدم الاجتياح البر للقطاع وده امر في انتهى الانبياء انا بسجله هنا لان الاجتياح البر قد ينتج عنه يعني مش تحديات لأ يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين ويكفي ان حتى الان احنا منتكلم ما يقلب من ستة الاف ستة الاف من المدين سقطوا حتى الان نصفهم تقريبا من الاطفال نصفهم تقريبا من الاطفال واجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الاسرائيلي في القطاع نقطة ايضا توفقنا على ان احنا نعمل فيها بجد وهي ادخال المساعدات الانسانية بالحجم اللي يتناسب مع اثنين وثلاثة من عشر مليون فلسطيني موجودين في القطاع والنهاردة احنا بنتكلم من 7 اكتوبر لغاية النهاردة تريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل وبالتالي قطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه وده امر كان ليه تدعيات كبيرة جدا على الحالة الانسانية داخل القطاع واحنا قلنا ان احنا هنا متوافقين ايضا على اهمية ان احنا نتحرك في ادخال مزيد من المساعدات وهنا اسجل شكرا لفخامت الرئيس ان هو وعد بارسال سفينة مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين ايضا تحدثنا على اهمية اتاحة الفرصة والوقت ان احنا نعمل على اطلاق مزيد من الرعاين ومزيد من الاسرة اللي موجودين في القطاع وده من خلال تهديئة الموقف ما امكن تهديئة الموقف ما امكن حتى نستطيع ان نعمل من اجل اطلاق مزيد من الرهائن والاسرة الموجودين لدى حماس احنا في مصر حرسين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الازمة من خلال تفاهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع تطور القضية الفلسطينية وان القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا وان الرأي العام العربي والاسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضية دي حيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا ويمكن يعني ممكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الارهاب انا بقول للرئيس ماكرون ان فكرة فكرة الفكرة دي بدأت في مخيمات نتيجة مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الامل مفيش امل مفيش فرصة ان احنا نديهم دولة الدولة دي تبقى جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية تحترم وتحافظ على امن الاسرائيليين وامن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف لما فقد هذا الامل لما فقد هذا الامل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الاخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الاقصى والتوسع الاستيطاني اللي موجود كل ده كان عبارة عن تغزية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحيي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين توفقنا مع فخامة الرئيس اللي احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل هو احتواء الازمة عدم تسعيدها ادخال المساعدات تخفيض التوتر ما امكان عدم او السعي الى عدم دخول اطراف اخرى في النزاع الحالي وهنا انا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسمي كل انسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من اجل احتواء هذه الازمة وهذا الامر هننجح فيه لان الاخلاص في العمل من اجل الابرياء ومن غاجر المسالمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه وبقول لرئيس ماكرون ان التاريخ هيشهد لك انك انت بتبذل جهد كبير قوي قوي كان زار اسرائيل وزار رامالة وزار الاردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين او تلاتة فقط الجولة الكبيرة دية فخمت الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والاعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا وثق ان لك في مصر اصدقاء حرسين ايضا على العمل سويا من اجل تحقيق السلام ونازع فتيل هذه الازمة اللي احنا كلنا بنتألم على الضحايا اللي موجودين فيها كان فيه حد يقولي يا ترى انتو يعني تقبلوا ان يبقى فيه وجمع المدنيين لا طبعا نحن ندين كل الاعمال التي تمس المدنيين كل المدنيين مفيش كلام في ده لان المدني ده ملوش علاقة بالغضب والقلم والحال اللي احنا فيها بس انا عايز اقول مهمة اوي ان احنا واحنا بنتكلم في النقطة دية نتكلم فيها بمعيار واحد يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا مرة تانية براحة بيك فخمت الرئيس اهلا وسهلا مفضل شكرا جزيلا سيدة الرئيس شكرا على استقبالكم شكرا على هذه الكلمات مرة اخرى يسعدني ان اكون في القاهرة الى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة اشتركوا في الانسيب لقد ذكرتم نتاوي اننا نعيشوا فترة مظلمة جدا وفي مثل هذه الاوقات يهموا ان نبدونا كلما بواسعنا لتفادي التصعيد والتفادي تزايد حدث التوتر لا شيء يبرر الهجوم الارهابي لحماس ضد اسرائيل فرنسا ادانت ذلك فورا واعترفت لاسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام احكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر تصعيد وهذا ما تكلمنا عنه وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريعنا أولا وقبل كل شيء وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحيي وأن أقف لجميعكم الجهود التي تبضلها دولة غطر بإطلاق سراح الرهائن هناك أكثر من 200 رهين تحتاجزها حركة حماس اليوم ولسوء الحظ هناك تسعة رهائن من الفرنسيين أو من الزواجي الجنسية ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبضلونها منذ السابع من أكتوبر الماضي لهذا الغرض هذا هام جدا ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى القمة التي نظمتموها في القاهرة الأسبوع الماضي للتفكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن وكذلك سمعت رسالتكم سيدة الرئيس كما سمعت صرخة الإدارة التي أطلقها ملك الأردن فيما تعلق بإزدواجية المعايير أريد أن أكون واضحا جدا فرنسا لا تمارس إزدواجية المعايير القانون الدولي ينطبق على الجميع وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية قيم الإنسانية العالمية حياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات كل الضحايا يستحقون تعطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط ونبقى أوفياء لذلك أنا أعرف أيضا التزامكم سيدة الرئيس في هذا الموضوع عودة إلى ما قاله سيدة الرئيس للتو ما نريد هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم الأولا الجزء الأول من جوابنا هو مكافحة الإرهاب أقول ذلك لأن في السابع من أكتوبر تم ارتكاب عملا إرهابي خطيرا ضد رضع ضد أطفال ضد نساء ضد بالغين بدون مبرر وأنا أيضا قتلا فرنسيون واحد وثلاثين مواطن فرنسي قتلوا في هذه العملية ولكن لا يجب أن نتساهل أمام الإرهاب أنا أعرف أنكم في مصر حارثون جدا على مكافحة الإرهاب ولقد خطم هذه المعركات سنوات وبالتالي أود أن نستمر في التعاون الوثيق في مجال المعلومات واستهداف الإرهابيين والجواب الصحيح هو أن نتعاون أن نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف الدولي ضد داعش الذي عملنا في طارق منذ عدة سنوات ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الإرهابية التي تؤذين في المنطقة إذن هذا تعاون إقليمي ودولي لاستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين والتعاون في مجال الاستخبارات وتبني تدابير متعددة لاستئصالهم هذا عمل سوف يتطلب الوقت سوف يتطلب أيضا التحبير وسيحتاج إلى مجهود لفترة معلومة مصر وفرنسا تعرفاني ما هي معاناة من جراء الإرهاب المحور الثاني الذي نريد أن نتقدم فيها يتعلق بحماية المدنيين ذكرتم سيادة الرئيس على وش الخصوص تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال المنساء المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نتانياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأنروا وقالوا لي أن الوضع حرج إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد إذ نقدم مساهمة عالية للأنروا لقد في الأسبوع الماضية زدنا مساهمتنا للأنروا بقيمة عشر مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة طلاقا من مصر هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية وهناك طائرة أخرى سوف تتبعها وسوف نكون ناشطين بالنسبة للأدوية والمواد الطبية وكذلك وأشار الرئيسي لذلك على إثر محادثاتي مع كل الأطراف المعنية بالأمس أود أن أعلن أني قررت أن إرسال سفينة من البحرية الفرنسية لتأتي لدعم مستشفيات غزة السفينة سوف تغادر مرفأ طولون في السعادة المقبلة كذلك سوف قمنا بحشد موارد مالية إضافية لتقديم المساعدة في غزة وفي أطفة الغربية ولا ننسى كذلك حماية الرجال والنساء وأشكركم كذلك على التعاون الممتاز لحماية مواطنين هناك 54 مواطن فرنسي في غزة اليوم ونريد حمايتهم هناك حوالي 170 فرنسي أو موظفين في المعاهد والمؤسسات الفرنسية ومن التابعين لهم أسرهم ونود إخراجهم وحمايتهم والأساس الثالث إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين البحور الثالث هو البحور السياسي طبعا هو الأصعب ولكنه هو في جذور الكثير أو سبب الكثير من الحقد في هذه المنطقة كنا نقول مع سيدة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الأوينة الأخيرة تعرفون أن فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة يتعين علينا أن نبدل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين تعيشان جنبا إلى جنبا بسلام وأمان هذه فكرة قديمة ولكن لم يعف عليها الزمن وبالتالي أعتقد أن الدرب السياسي ضروري ولا بد منه لأنه يشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف يعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني ويضع إطار لهذا الموضوع علينا أن نفعل ذلك لقد طال الانتظار ومن الملحي والطارئ أن نفعل ذلك اليوم وأعتقد أنه علينا أن نخوض هذا المسار السياسي في نفس الوقت الذي نكافح فيه الإرهاب وفرنسا مستعدة وأشكركم على كلماتكم وأعتقد أننا نلتقي في هذا النهج سيادة الرئيس نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء من ذوي الإرادة الطيبة في المنطقة وفي العالم نريد مبادرة على محاور ثلاثة مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية وشق السياسي وحل القضية الفلسطينية كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل وتعرفون أن هذا موضوع يهمنا وهذا يجب أن يكون في كل مرحلة من النقاط الحاضرة إلى أذهاننا هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة كل دول المنطقة تقبل وجود إسرائيل وتقبل ضمان أمن إسرائيل وأن يتم الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه بدولة تعيش بأمان وسلام ونتفادى التصعيد وتزايد حدة التوتر أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا ونحن نريد أن تقدم على هذه المحاور الثلاثة مرة أخرى شكرا لكم سيادة الرئيس ولقد اتفقنا مع سيادة الرئيس السيسي على تعزيز شركتنا أكثر لقد اختبرنا ذلك في السنوات الأخيرة حول كل المواضيع الاستراتيجية وخاصة في جهة الأزمة الليبية وسوف نعمل يدا بيد أنا أعرف دوركم المتميز وأود إن سمحتم لي بهذه الكلمات أود أن نعزز أكثر هذا المحور لأني أعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا شكرا سيادة الرئيس شكرا سيادة الرئيس شكرا شكرا